إن الحمد لله نحمده حمداً يليف بجلاله وعظيم سلطانه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأصلي وأسلم على أفضل الخلق وحبيب الحق محمد من عبد الله وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بالجميع إلى هذه الجلسة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى والتي سوف نبدأ فيها بمدارسة كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لمؤلفه ابن تيمية رحمه الله تعالى طالما انتظرنا هذا اليوم الذي نشرع فيه وننهل من هذا البحر الأميق يعني المؤلف الكتاب عن قضية في غاية الأهمية لطالب العلم هؤلاء الأئمة اختلفوا فيما بين أنفسهم ما السبب وما المخرج من هذه الاختلافات هذه مهمة جدا لطالب العلم أن يعرف هذه الأسباب لأن معرفة هذه الأسباب هي التي تعين طالب العلم على كيفية التعامل بالاختلافات وكذلك سوف يخفف من حدة التعصب لدى بعض أصحاب المذاهب يأتي أهد الأئمة من السابقين يؤسل مسألة على نصوص المتوفرة لديه حين ذاك بعدين تتبين أحاديث أخرى لم يتوقف عليها إلا أن أصحاب المذاهب سوف يلتزمون بما أصلت في مذهبهم وهذا خطأ وعادت هؤلاء الأئمة ما في أحد منهم رب بلابه على هذا المنهج فهو من الظلم أن يدعي أي أحد عني ما أنك لديك أحاديث إلا أننا سوف لا نعمل بهذه الأحاديث ولو صحت لأن مذهبنا خلاف الحديث فهذه من الغباوة بمكان الأئمة هؤلاء ما كانوا هكذا إذا رأوا الحديث ينبذون بأقوال أنفسهم ويأخذون بالنص فلذلك هذا الموضوع الذي تناوله المعلف في هذا الكتاب موضوع مهم جدا أما لطالب العلم أن يكون محيطا ياني به وبعون الله تبارك وتعالى نستأنف هذا الكتاب شائرين الله تبارك وتعالى أن يرهمنا الفهم وأن يخلص نياتنا وأن لا يحرمنا أجر مدارسة هذا الكتاب وأن يغفر ويرهم مؤلف الكتاب قال المحقق في الصفحة الحالية عشر ترجمة المعلف ترجمة المعلف وقبل ذلك هناك ترجمة المحقق أو مقدمة المحقق أو مقدمة التحقيق هذا نتركه نمشي مباشرة إلى ترجمة المؤلف وأتى بترجمة يعني وجيزة جدا عن المعلف قال اسمه وناسبه تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشبي شيخ الإسلام في زمانه وأبرز علمائه فقيه أصلي ومفت الدين الحصيف وصاحب الآثار الكبرى في علوم الدين والفكر الإسلامي كلمة الحصيف يعني هو محكم محكم يعني جيد الرأي جيد الرأي إذا قيل رجل حصيف يعني جيد الرأي حكيم متعقل قال مولده ونشأته ولد ابن تيمية رحمه الله سنة واحد وستون بعد المئة السادسة الهجرية بحران بتركيا ورحل إلى دمشق مع أسرته وتلقى العلم على والده وعلى مشايخ دمشق وكان قوي الذاكرة السريع الحفظ نهل من منهج النبوة حتى آلت إليه الإمامة في العلم والأمل سنة عشرين بعد المئة السابعة من الهجرة يعني آلت إليه الإمامة في ميدان العلم والعمل في هذه السنة سفاته العلمية كان من أشد مفكري الإسلام نقدا للفلسفة وعلم الكلام ودعا إلى وضع الأقل بعد النقل وليس قبله وقد صنف كتابا ضخما سماه درأ تعارض العقل والنقل أو موافقة الصحيح المنقول لصريح المعقول ورد فيه على شطهات الفلاسفة يعني تباعداتهم شطهاتهم تباعداتهم عن الصواب وفند فيه دعاوي أهل الفرق الضلة حسب رأيه والشهاده ودافع فيه عن المنطق الفطري وهو المنطق السليم منطق القرآن الكريم وفي كتابه الرج على المنطقيين حمل في هذا الكتاب على دعوة أتباع أرسط من المنطقيين الذين ذهبوا إلى أن المفاهيم التي ليست بديهية يعني المنطقيون من من ذهبوا إلى أن المفاهيم المفاهيم البديهية يعني هي تلكم المبادئ التي يفهمها كل الناس يعني واضحات البينات التي لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى توضيح هذه هي البديهيات يعني بديهي مثلاً لا يمكن أن يستغرب مثلاً واحد جاء ليبدأ بالأكل فقال بسم الله فاستغرب مسلم من قوله بسم الله قبل الأكل هذا الذي يستغرب هو الذي يستغرب منه أليس كذلك؟ لأن قول بسم الله قبل الأكل شيء بديه يعني الأشياء الواضحات قيل هناك رجل رأى رجلاً صعد الجبل جبل طويل جداً فذهب إليه هو يريد أن يرمي بنفسه فذهب إليه وقال ما بك؟ قال أنا لا أفهم شيء أنا لا فائدة في حياتي لا أستطيع أن أفهم أي شيء لذلك أنا أريد أن أرمي بنفسي من فوق حتى أموت فالرجل هذا أراد أن يقنعه لا 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 أنت يمكنك أن تفهم إصبر فقال يا أخي أنت بس أنا لا سبي أن أفهم قال لا إصبر ستفهم فوصف له تعرفون البطيخ مشهور جداً في عند العرب فوصف له البطيخ والبطيخ خاصة في القرى يحمل البطيخ الحمار يعني يربطون الأعربات خلف الحمار ويجعلون فيها البطيخ يعني كثيرة جداً يحملها فحاول أن يصف له البطيخ حتى لأن البطيخ يعني شيء معروف لدى الجميع فوصف له البطيخ وحاول أن يفهم هذا الرجل ويقول اسم هذا الشيء الذي تصفه هو بطيخ فما استطاع الرجل أن يفهم فلما تعب هذا الذي جاء ليقنئه أنه يمكن أن يفهم لما تعب من محاولة تعليمه تعرفون الطفل إذا أردت أن تفرحه يعني تجعله يفعل بعض الأشياء بنفسه حتى يفرع أنه فتقول ما شاء الله أنت ممتاز أنت تشجعه يعني فلو أنه أصاب وقال بطيخ نقول يا شفت بدأت تفهم لا تقتل نفسك ولكن رجل أبا أن يفهم تعرفون ماذا قال له بعدين لما تعب قال له هل ترمي بنفسك أم أدفعك فيمتم الكلام يعني بعد أن تعب ما استطاع أن يفهمه فقال له أنه الآن غضب فقال هل ترمي بنفسك أم أنا أدفعك يعني هذا الذي جاء لينقضه الآن هو كذلك غضباه فقال هل ترمي بنفسك أم أنا الذي أدفعك يعني حقيقة لا فائدة في حياتك يعني إما أن ترمي بنفسك أو إما أنا أرميك طيب فهذه يعني هناك أشياء تسمى بديهيات قال المنطقيون الذين ذهوا إلى أن المفاهيم ليست المفاهيم التي ليست بديهية لا تدرك إلا بالحد يعني الحد هذا عند المنطقيين هو الذي يسمى بفضل يسمى بالدليل بحدة أنها لما كانت غير بديهية كان لابد لها من دليل كان لابد لها فضل كان لابد لها من دليل وإلا كانت دعوتهم باطلة وبين ابن تيمية أن تحديد المفاهيم تكتنفه الصعاب تكتنفه الصعاب وإلا كانت قال في يعني هم يقولون هذه الأشياء التي بديهية ليست بديهية لأن المنطقي تلاحظون لأن الأصوليون تأثروا بالمنطق لذلك إذا عرفوا لك شيء يعرفونه يقولون تعريف جامع مانع يعني تأتي بتعريف إذا قلت تريد أن تعرف هذا المسجل تعرفه تعريفا لا يشتبه به مسجلا آخر يعني بحيث أن الذي يسمع تعريفك هذا إذا ذهب إلى مكان فيه مسجلات مباشرة سيعرف أن الذي عرفه هو هذا جامع مانع لأنك تعرف تأتي بالتعريف جمع جميع أوصاف هذا المسجل وكذلك تعريف يمنع من مشابهة أي مسجل آخر لهذا جامع مانع فالمنطقيون يقولون هذه الأشياء التي ليست وديهية لابد لها من التحديد تحديد دقيق جدا إبتين يقول لا هذا فيه صعوبة فيه صعوبة ويختلف من شخص إلى آخر بعض الناس قد يفهم بسرعة بعض الناس قد لا يفهم بسرعة فهمه بطيء وكذا بعض الناس يحتاج إلى أن تشير إليه إشارات فيفهم بعض الناس يحتاج إلى أن تطيل الكلام قبل أن يفهم قال وحتى من دافع عن المنطق من أهل الفلسفة وإلم الكلام اضطر إلى التسليم بصعوبة تحديد الجنس أو الفصل الخاص هناك ما يسمى بتحديد الجنس أو الفصل الخاص هذا الذي يؤدي بهم إلى القول هناك تجدون أمثلة المنطق فكأنه كلام ليس فيها منطق أصلا أما كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان قالوا بين هذين الضربين هناك وسط هناك وسط يعني في النهاية في النهاية يأتيك ويقول النتيجة الإنسان حيوان طيب بعدين صحيح الإنسان حيوان ما الفائدة ابن تيميا يقول لا فائدة قال قال ونسبه ابن تيميا قال الذي يقوم عليه التعريف ونسبه ابن تيميا إلى اختلاف الناس في سرعة إدراك الحد الأوسط في القياس مثل حيوان حيوان يمشي ألا أربعة والكلب حيوان الكلب يمشي ألا أربعة فالحد الأوسط هنا وهو الكلب حيوان لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه الغبي هذا يقوله ابن تيميا يقوله والنتيجة تحصيل ماذا حاصل تحصيل حاصل قال وانتقد كذلك نظريات البرهان عند أرستو باعتبار أن البرهان يتناول الكليات الذهنية في حين أن الكائنات موجودات جزئية ولذلك فالبرهان لا يؤدي إلى معرفة إيجابيته بالكائنات بشكل عام وبالله بشكل خاص يعني هذه التركيبات المعقدة هي التي تؤدي ببعضهم إلى أن يقول بأنه هو نفسه هو الإله المعبود يؤدي بهم إلى الحيرة فيصبح الإنسان حيرانا لأنه يبني تفكيره عن الله يبنيها على هذه النظريات الفاسدة فيؤدي به إلى نتائج لذلك ابن تيميا سبحان الله له رسوخ شديد في هذا الفن لذلك تمكن من الرد عليهم ردا ينبليغا جدا من الرد على الفلاسفة وأهل الكلام قال ذهب ابن تيميا إلى مصر فسجن بها ورجع إلى دمشق وجاهد ضد التتار وحبسه السلطان لفتواه عن طلاق الثلاث يعني هو أفتى هو أفتى بأن الطلاق الثلاث لا يقى إلا إلا واحدا سجن لأجل هذا وتحرش به علماء دمشق عند السلطات ليوقعوا به يعني تعرضوا له واستفزوه أما سبحان الله وهذا لا يكون إلا من الحسد يعني إلا من الحسد يعني تحرشوا به عند السلطات ليوقعوا به يعني يوقعوه في مشكلة مع من مع السلطات قال فهبس ثانية في قلعة دمشق ومات فيها يعني مات في السجن وخرجت البلدة على بكرة أبيها تشيع جنازته يعني جميع البلدة خرجوا لتشيي جنازة ابن تيمية رحمه الله تعالى قال مصنفاته بلغت مصنفاته على ثلاثمائة مجلد تقريبا في علوم الإسلام المختلفة من أهمها اكداء الصراط المستقيم في الرد على أهل الجهيم السياسة الشريعية في إصلاح الراعي والرعية الصارم المسلول الأشاتم الرسول الواسطة بين الحق بين الخلق والحق العقيدة التدمرية العقيدة التدمرية هذه كان الطلاب في الجامعة يقولون صمي بالتدمرية لأنها تدمر الطلاب لأنها تدمر الطلاب أنت عندما تقرأ في العقيدة التدمرية لا تكون تفهم ما يقوله ابن تيمية فكان الكتاب في الكتاب الغاس لا كان تفهم ما يقوله ابن تيب فالطلاب يقولون سمي بهذا الاسم لأن الكتاب يدمر الطلاب قالوا الأقيرة التدمرية الكلام على حقيقة الإسلام والإيمان الأقيرة الواسطية بيان الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن تفسير سورة البقرة درء تعارض الأقل والنقل منهاج السنة النبوية مجموعة الفتاوى خالف بعض الأئمة والعلماء بعض آراء ابن تيميا وفتاويه وردوا عليه ومن هؤلاء العلماء صفي الدين الهندي وتقي الدين السبكي وشمس الدين الذهبي وابن حجر الأسقلاني وبدر الدين محمد بن إبراهيم ابن جماعة وغيرهم وفاته كانت وفاته ورحمه الله في سجن قلعة دمشق ليلة الاثنين لعشرين خلت منذ القعدة سنة ثمان وعشرين بعد المائة السابعة الحجرية ورحمه الله تعالى هذه ترجمة وجيزة جدا تفضل بها المعلف عن المحقق المعلف هذا الكتاب القيم ابن تيمية رحمه الله تعالى ونشرع في صميم الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى ولو استفعنا أن نأخذ شيئا ولو قليل قبل أن يدركنا الوقت لأننا بدأنا متأخرين قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى الحبر الكامل الحبر الكامل كلمة الحبر معناه العالم الحبر الكامل قلبه النور العلامة الأوحد الحافظ الزاهد العابد الورع الرباني المكذوف في قلبه النور الإلهي والعلوم الرفيعة والفنون البديعة الآخذ بأزمة الشريعة الزمة جمع الزمام آخذ بزمام الشريعة الناكس عن الآراء المزلة الناكس أي المحجم والممتنع ويمتنع عن هذه الآراء المزلة والأهواء المضلة المقتفي لآثار السلف علما وعملاء مفت الفرق مشتهد العصر أوحد الدهر تقي الدين أبو الأباس أحمد ابن أبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية عدام الله بركته ورفع في الدنيا والآخرة محله ودرجته الحمد لله على آلائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمد عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليما موالات الله ورسوله والمؤمنين وبعد فيجب على المسلمين بعد موالات الله ورسوله وموالات المؤمنين كما نطق به القرآن خصوصا للعلماء الذين هم ورفة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم فإنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته بهم قام الكتاب وبه قام وبهم نتق الكتاب وبه نطق وليعلم أنه ليس أهد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته يعني سبحان الله تعرف أنوان الكتاب ورفع الملامة ترفع الملامة يعني لا تلومهم مثلا الآن عندك حديث وعد صريح يعني صريح الدلالة على قضية ما والحديث صحيح فتجد أحد الأئمة الكبار يخالف بكلامه هذا الحديث فلا ينبغي أن تضع هذا العالم لأجل هذا شفت المقدمة قال لا يمكن أبدا وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من يعني ما في أحد يتعمد ذلك يعني عمدا يعني ليسوا أصحاب الأهواء يعني يعني عمدا يرسلنا ويخالف ما في أحد قال دقيق ولا جليل سواء كان هذا هذا الأمر دقيق أو جليل فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا ألا وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلابد له من عذر في تركه فلابد له من عذر في تركه قال اتفاق الأئمة ألا وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأذار ثلاثة أسناف يلخص ثم يفصل قال أحدها أدى معتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله يعني أحيانا بلغوا الحديث ولكنه لم يعتقد أن هذا الحديث قاله من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الحديث لا يصح لديه فلذلك لا يقول به أمانة للعلم ما صح الحديث لا يقول به والثاني أدم اعتقاده إرادة إرادة تلك المسألة بذلك القول يعني حديث موجود عنده والحديث صحيح عنده إلا أنه لا يفهم من الحديث هذه المسألة أنت أنت تستدل بالحديث على المسألة الفلانية وهو يقول لك يا أخي هذا الحديث لا يدل على هذه المسألة هو الحديث صحيح عنده ولديه الحديث إلا أنه لا يرى دلالة الحديث على المسألة والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منصخ اعتقاده أن ذلك الحكم منصخ قال أسباب مخالفة الأئمة للحديث وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة عدم بلوغ الإمام الحديث عدم بلوغ الإمام الحديث يعني أن يكون الحديث لم يبلغ الإمام السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه أن لا يكون الحديث قد بلغه ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه يعني حديث هو لا يعرف الحديث كيف يكلف أن يكون عالما يعني ليس هناك لزوم يعني قال وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية تعرفون لابد لكل لابد لكل حادث من فتوى يعني حادثة عصرية الأئمة السابقون يعني ما حدث في أوقاتهم مثل هذا الشيء الآن حدث الآن عندنا أطفال الأنابيب عليس كذلك عندنا ما يسمى ب سورجيسي يعني تخصيب المني المني أصبح صلعة يباء ويشترع هناك أسواق تباع فيها ويباع فيها المني وكذلك بويضات المرأة فالرجل يتلس في فصيحة بيته ويقول أنا أريد ولد هذا الولد هذا الولد يكون ذكر طويل أبيض اللون وجسيم صاحب أذن طويل أو أنذن طويل فيذهب إلى المعمل ويختار له هذه الخلايا التي إذا ركبت في رحم امرأة يتوكل منه مثل هذا الشخص مثلا ما حكم الإسلام في هذا لابد أن تقول حرام أو تقول حلاء لابد منع ابن حثيمين رحمه الله تعالى سئل في بريطانيا في بوستن سئل أن أطفال الأنابيب قال أنا لا أجيب عن هذا السؤال يعني هو أبى أن يتدخل في قضية أطفال الأنابيب جائز ولما جائز هو أبى أن يتدخل فيه المهم أولئك كانت لديهم بضاعتهم في الأهريف كانت مزجاء تعرفون كيف أحيانا أحيانا يسافر الإنسان كنت أقرأ أمن أهد أن أهد الأئمة سافر من أين أنه سافر سافر راجلا سافر راجلا سافر راجلا قالوا رحل الإمام بقي ابن مخلد رحمه الله على قدميه من الأندلس إلى البكداد ألا قدميه ما في سيارة ما في الطيارة ألا قدميه من الأندلس يعني إسبانيا إلى البكداد لأجل ملاقات الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى وطلب العلم ألا إليه قال بقي فلما اقتربت من بغداد وصل إلي خبر محنة الإمام أحمد وأعلمت أنه ممنوع من الاجتماع بالناس وتدريسهم تصور أنك سافرت من هنا إلى نيجير لتطلب العلم على يد شيخ من المشايخ فكلا لك هذا كان في السجن منذ زمان يعني ممنوع أن يشمي مع الناس وما ممنوع أن يدرس الناس قال فاغتممت لذلك كثيرا فلما يعني على الطريق أخبر أن الإمام أحمد في مشكلة وكذا وكذا لم يرجع واصل الصير حتى دخل بغداد قال فاغتممت اقتممت لذلك كثيرا يعني غموم فلما وصلت إلى بغداد وضعت متاعي في غرفة ثم خرجت أبحث عن منزل أحمد بن حنبل فدللت عليه فطرقت الباب ففتح لي الباب الإمام أحمد نفسه فقلت يا أبا عبد الله رجل غريب الدار وطالب حديث ومقيد السنة ولم تكن رحلتي إلا إليك فقال لي ادخل ولا يراك أهد فسألني وقال أنا ممتحن وممنوع من التدريس والتعليم فقلت له أنا رجل غريب فإن أذنت لي أن آتيك كل يوم في لباس الفقراء والشهادين واقف وأسأل الصدقة والمساعدة يعني يتصنى فكأنه يطلب الصدقة فتخرج إلي وتحدثني ولو بحديث واحد نحن نحن اليوم إننا برنامج يسمى بالمكتبة الشاملة إنك صحي البخاري إنك صحي مسلم إنك السنن إنك شروحات هذه الكتب كلها بين يديك بس وهو واحد يسافر من بغداد من أندلس إلى بغداد ولكن ليتصنع فكأنه فقير حتى يسمى حديث واحد ولو يوم واحد يأتي يسمى حديث واحد ويرجع قال فقال بقي فكنت آتي كل يوم فأقف على الباب وأقول الأجر رحمكم الله فكان أحمد يخرج إلي ويدخيلني الممر ويحدثني بالحديثين والثلاثة وأكثر حتى اجتمع لي قرابة ثلاثمائة حديث هكذا آتي بلباس الفقراء فكأني متصول وأستمع إلى الحديث حتى جمعت قرابة ثلاثمائة حديث ثم إن الله رفع الكربة عن الإمام أحمد وانتشر ذكره فكنت إذا أتيت الإمام أحمد بعد ذلك وهو في حلقته الكبيرة وحوله طلاب العلم كان يفسح لي مكانا ويقربني منه ويقول لأصحاب الحديث هذا يقع عليه اسم طالب العلم هذا يقع عليه اسم طالب العلم كان إمام أحمد يقول لي يقول لي ذلك فتصور أن واحد كم يوم كم أشهر يمكث الإنسان راجلا من أندلس إلى بغداد حتى تتصور كم كان لديهم من الأحديث فلذلك إذا لم يبلغ الإنسان هذا الأحديث كيف يكون عالما بموجبه لا يدري بوجود هذا الحديث أفلا قال وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر يعني إذا جاءت مسألة الآن وليس عندك ناس ماذا تفعل تنظر في مثلا كما كنا نضرب به المثل دائما مثلا الخمور التي تشرب اليوم ما دليلنا على تحرينه هل هناك ناس على أن هذا الخمر الذي تعرفون هناك أما بعض الأشياء التي حتى النباتات يمكن أن يترك جانبا ويصنع الخمر بشيء ليس له علاقة بالنبات تعرفون طيب هذا الخمر ما دام ليس بمصنوع من التمر والعنب بماذا نحرمه نحرمه بإلا أليس كذلك نعم فلا يستطيع أحد يأتينا ويقول يا أخي هذا الخمر الذي يسرب اليوم ليس بحرام لا يستطيع أي أحد مثلا الوائد يأتي ويقول هذا الخمر الذي حرم إما بالتمر وإما بالعنب وهذا ليس من هذا القبيل أو واحد مجنون يقول أنا لا أحرم هذا الخمر الذي يسرب اليوم إذا قيل له لماذا قال ما في دليل فهذا مجنون أليس أبل أجنة من الجنود فإذا جاءت مسألة العلماء في ذلك الزمن ماذا يفعلون ينظرون إلى النصوص إلى الآيات والأحاديث المتوفرة لديهم فيستنبطون الحكم للمسألة لذلك كان مذهب أبي حنيفة أكثر أكثر المذاهب إجتهادا إذا أردت أن تتدرب على الإشهاد فاقرع في كتب مذهبه استنبطوا لأن إني أبا حنيفة الأحاديث التي كانت لديه ليست كثيرة الذين جاءوا من بعده جمعوا أحاديثه والأحاديث الأخرى التي جمعوا وهكذا 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 إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل الذي كان أوصع المذاهب لأنه كان أكثرهم حديثا قال فيقول بموجب أو بموجب قياس أو موجب استسهاب فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأهديث فإن الإحاطة بحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تكن لم تكن لأحد من الأئمة ليس هناك أحد جمع جميع الأحاديث أليس كذلك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا ويبلغه أولئك أو بعضهم أو بعضهم لمن يبلغونه فينتهي علم ذلك إلى من يشاء الله من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا يحدث قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم فيكون عند هؤلاء من الإلم ما ليس عند هؤلاء وإند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء وهكذا أما لأجل الوقت نتوقف هنا فإذا وفقنا باللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى نواصل من قوله أمثلة أمثلة من تفاضل العلماء ومن الصهابة ومن بعدهم بكثرة بكثرة العلم والله تعالى علم والله تعالى علم ومن المترجم الآخر وللقاء بالذكرة نعم هناك شيء في غيابة غيابة أي شيء آخر نقول سبحانك الله وحمدك أشره لا إله إلا أنت استكفر بأتو بيلك